خلونا نستقبل دكتور أحمد صبري أخصائي علم النفس بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دكتور أحمد مساء الخير في البداية مساء النوري فاندي مهلا بيكي طيب قبل ما نتكلم مع حضرتك عن النماذج الحمد لله ربنا أكرمها وتعافت من الإدمان نسأل حضرتك سؤال ممكن ناس كتير قوي تكون عايزة تعرف إجابته دلوقتي هي ازاي بتبدأ أصلا رحلة أن الشاب أو الفتاة ممكن يبدأوا الدخول في رحلة إدمان بداية الدخول أصلا في أن حد يبقى عنده مشكلة مع المخدرات دي طبعا لها أسباب كتيرة جدا بالنسبة للشباب الزغير بيبقى بدايتهم تجربة عايزين نجرب لو حد من زميلهم طبعا بيارد عليهم عايزين يعني يسيروا الجو اللي هما فيه الخروجات والحاجات دي فيه ناس تانية بتاخدوا عن طريق اللي هو مثلا عشان يعرفوا يشتغلوا عندهم يشتغلوا يعني شغلانات شقة شوية عندهم مفاهم غلط اللي احنا يعني هناخد مخدرات شعن نعرف نشتغل فيه أسباب تانية زي يعني مفاهم زي الحشيش مش إدمان مثلا ناس كتير جدا بتاع تقول الحشيش عادي مش إدمان ويفضل يتمادى فيه لحد ما يدخل في مخدر واثنين وتلاتة وبعدين يوصل لهو بقى مدمن وبقى عنده نفس المشاكل بتاعة أي مدمن فدي يعني دي أهم الأسباب طيب دكتور يعني عايزين نطلب من حضرك بس تعرفنا على النماذج المفرحة في الحياة الموجودة مع حضرتك حضرتك معاك بعض المتعافين وأنهو رحلة علاجهم من الإدمان طيب إحنا معانا الحمد لله يعني نماذج كتير جدا من متعافين صندوق علاج الإدمان في عيادات الخط الساخن ومراكز العزيمة للتقيل فيه نماذج كتيرة جدا كمان يعني حياتها استقرت وعملة سنين تعافي دلوقتي إن شاء الله نشوف معانا نماذجين من أكبر نماذج معانا أيمن حسام وحمد عبد المنعم من متعافين صندوق علاج الإدمان ويعرفوا نفسهم طبعا طب خليني أبدأ مع أستاذ أيمن في البداية أنا برحب بحضرتك وخليني نبدأ من أول القصة يعني رحلة حضرتكم مع الإدمان يعني مش عارفة أستاذ أيمن حضرتك سمعتني في بداية كلامي أنا طبعا برحب بحضرتك ويعني بهني حضرتك في الحقيقة على الرحلة اللي حضرتك قمت بيها وصولا لأن حضرتك بقيت أحد المتعافين من الإدمان معلش لو تحكي لنا إزاي بدأت الرحلة زيفا رحلة الإدمان عموما بدأت من نقول من مرحلة المراهقة نبتدي من مرحلة المراهقة تقريبا في المدرسة الواحد كان عاوز يحس أنه مختلف عاوز يقرب لناس أكتر كان ممكن نقول بكسف شوية حاسب أن أنا وحيد أو لوحدي واخد جنب فعاوز أقرب من الناس أو من زمايل تانين أو أعرف أتعرف على شلال أكبر فابتدينا نشوف أن إحنا ممكن إيه الاختلاف بيني وبين الناس اللي حوالي اللي هما عندهم شلال كبيرة متعرفين على الناس أكتر جرأة في الصحبية مثلا في أن هما يتعاملوا مع ناس كتير لقيت أن هما بيأخذوا أحد أنواع المخدرات عمومة بغض النظر كان إيه هو سعيتها يعني فقلني طيب ما أجرب ما يمكن هو ده اللي بيخليهم كده وابتديت الرحلة من هنا بتيت أخش في حاجة للتانية للتالتة أو بحس أن أنا مختلف فعلا بحس أن أنا في الأول كنت زي ما نقول شهر عسر فرحان مش حاسس بمشاكل الدنيا مش معايا كويس بقيل حضرتك قديمه تعيشي من الإدمان حوالي أربع سنين ونص أربع سنين إمتى أو إيه الموقف اللي خلى حضرتك تقرر تقول لأ أنا لازم أنهي المرحلة دي من حياتي وابدأ مرحلة جديدة أعرف حيك لما الواحد يعني طبيعي أنه لو ما بيصحى الصبح يبص على نفسه في المراية وبيغسل وش ريب أعرفه لكن لأنا كل مرة أجي بص على نفسي معرفنيش دي صعبة قوي فهنا كانت القرار لأنا أنا ليه بعمل في نفسي كده أنا لما بياخد ما بستفدش في الأول يمكن كنت أحس لأنا مختلف شوية أحس لأنا مبسوط فرحان الحاجات دي بس هي ما بتاخدش أكتر من شهر وبعد كده بقيت حاس لأنا باخد الحاجات دي زي العلاج فكان الطبيعي اللي أنا أخد قرارت أن أنا أوقف أن أنا أبتدأ أتعافى من المقدر عموم حضرتك يا أستاذ أيمان بتشتغل أو حضرتك متزوج وبعدين كان الإعلان لنجمنا الكبير محمد صلاح كان دافع وحافظ جدا خلى الواحد يحس أنه ممكن يفعلا يبقى فيه فيه تبطيل مدام فيه نجم كبير لكده وفيه صندوق المكافحة علاج الإدمان رقم خط ساخن 16-0-20 وعلاك في سرية تامة ومجاني طيب مجرد طيب حضرتك دلوقتي بتشتغل حضرتك متزوج يعني الحياة الاجتماعية لحضرتك طيب طيب خلوني أرجع لدكتور أحمد صبدي دكتور أحمد حضرتك سامعني معاك يا فاندي طيب يمكن أستاذ أيمن في الحياة يكلمنا عن تجربة نكحة في الحياة دكتور أحمد بس برضو خلينا نستمع لنموذك تاني لو حضرتك برضو أستاذ محمد عبد المنعم يعرفنا عن نفسه يعرفنا عن تجربته إم تقرر أنه هو يعني يقول أنه لا أنا هوقف المرحلة دي من حياتي وهبدأ حياة جديدة يعني لو حضرتك تقوله يا دكتور أحمد يحكي لنا عن هذه التجربة بشكل سريع تمام هو معينا برضو محمد عبد المنعم وهو من خارجين برضو مركز العزيمة المنيا وصندوق مكفته علاج الإجمال وهيعرف نفسه دلوقتي مع حضرتك أتصدر أهلا بسهلا بحضرتك وأنا محمد عبد المنعم برضو كان معي مشكلة كده مع المخدرات من فترة كبيرة من خمسة وعشرين سنة كده بدأت معايا بالحشش كان عندي حوالي تسعة عشر سنة وبتبدأ من زي ما قال زمي العيمن بتبدأ من سيء لأسوأ بكن أسوأ أيام حياتي قدتها مع المخدرات لحد برضو ما حسيت كده في يوم من الأيام إن أنا والمخدرات مش هنقدر نكمل مع بعض العيشة بقت مستحيلة أنا نفسي كرهت نفسي ظهرت لخسايا كتير في شغلي سبت شغلي وسبت وظيفتي بدأ كل قريبي وكل إخواتي وولدتي والناس بقيتش عايزة تعرفني وكل الناس بعدت عني حسيت إن أنا بقيت وحيد وبقيتش حيال حتى المخدرات اللي أنا كنت بحبها وكنت بستمتع بيها ما بقيتش أستمتع بيها بقت سبب بقت هي كل حياتي بقت أسحى من النوم كل شغل الشغل إن أنا أدور أجيب فلوس منين أو إن أنا أجيب المخدر بتاعها منين حد بس حصل لي موقف كده وبعد الموقف ده حصل لي بساعة أو بساعتين ما شفوا الطريقة أنا لقيت لقيت الإعلان مكتوب ومكتوب فيه الخط الساخن اتصلت بيهم وقالوا لي هتروح هتروح مستشفى المطار وهتتعالج أنا روحت المستشفى قلت مسلا هيبقى فيه مصاريف وكلام ده لقيت بس حق التسكرة ودفعت حق التسكرة وحاولوني على مركز العزيمة في المينيا عدت هناك ثلاث شهور وبعد ما خرجت من بطر التأهيل ثلاث شهور بدأت أتابع برضو معاهم وباروح مستشفى المطار أتابع فيها طبع الخط الساخن هناك وبعد ثمن شهور أو تسعة شهور اتطوعت في مركز العزيمة عدت حوالي سبعة شهور أو ثمن شهور وبعد كده اشتغلت مشرف علاجي هناك في المكان يمكن أكتر حاجة استفدتها من المركز وأكتر حاجة مستفدتها من التجربة دي أن أنا دلوقتي بقيت أنا بقيت حر الأول أنا كنت زليل وعبد المخدرات يعني أنا الأيام اللي أنا شفتها مفهاش أي نوع من المخدرات مفهاش أي نوع من السعادة هو زي ما قال أيمان شهر بس بحس أن أنا مبسوط شوية وعندي شوية باور بعد كده كل ده بيروح تبتدي تظهر الخسائر بتاعتها بس خسائر نفسية وخسائر صحية وخسائر اجتماعية وخسائر مادية خسائر من كل حاجة دلوقتي الحمد لله أنا بحاول أنقل الرسالة وبحاول أنصح الشباب كلها يعني دي تجربة أسوأ تجربة ممكن تمر بها فحاول ما تجربهاش أنا في الحقيقة بشكركم جزيل الشكر دكتور أحمد صبري أخصاء علم النفس بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أستاذ أيمن حسام أحد المتعافين من الإدمان والأستاذ محمد عبد المنعم أيضا أحد المتعافين من الإدمان شكرا جزيلا لحضراتكم على مشاركتكم معينا ومع السادة المشاهدين لتجربة حضراتكم للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات شكرا جزيلا في الحقيقة